ايضا واحد من اسطير والاسماء التاريخية في تاريخ نادي الزمالك احد احرف لاعبي نادي الزمالك على مرة تاريخ الكابتن الكبير كابتن جمال حمزة كابتن جمال مليون مبروك فوز الدوري لنهاردة لنادي الزمالك مشرف ومنور حبيب يا كيم وربنا اخليك الله يبارك فيك ومبروك لجمهور الزمالك الكبير مبروك طبعا للادارة المستشار المرتضى مبروك للجهاز الفني مبروك لامير مرتضى المشرفة الكورة الجهاز الفني مستر فريرا الجهاز الطبي الإداري وكابتن عسامة نبيه وكابتن احمد عبد مقصود وكابتن ايمان طاهر ودكتور محمد عسامة الناس كلها بصراحة عملت مجهود كبير جدا مجلس الإدارة طبعا بالكامل طبعا كابتن اسماعيل يوسف وكابتن جمال عبد الحميد وكابتن قلت لطيف الناس كلها عملت مجهود جبار بصراحة وموسم اعجازي لنادي الزمالك الموسم ده هو زي ما انت قلت كده هو موسم اعجازي فوز ملحمي بالدوري هذا الموسم ليه كان اعجازي يا كابتن جمال لأنه الظروف بتاعته كلها مش طبعية يعني في ثلاث فترات قد الزمالك موقوف بتمشي حوالي 17-18 العيب نشيو من الركاز الأساسية لفرقة ادارة من الموسم اللي فات كان فيه لجان قعدت يعني تيجي في وراء بعض لجنتين وبعد كده مجلس الادارة جيب رئاسة المستشار مرتضى فكان فيه بعض الامور الادارية لسه فيها لخبطة غيرت الجهاز الفني دي كلها امور يعني صعب ان انت في موسم يبقى فيها الحاجات اللي انا قلتها دي كلها هو ان انت تاخد بطولة الدوري يعني ممكن تاخد بطولة زي بطولة الكاس ممكن تاخد سوبر لها مباراة واحدة ثلاث اربع مباريات انما بطولة الدوري عايزة نفس طويل جدا مضبوط عايزة مجهود كبير جدا وعايزة لعيبة عندها خبرات كبيرة جدا كل ده يعني الى حد المكان يعني مش موجود صح عندك لعيبة مهمين جدا جدا مشيوا منك في وسط الموسم زي طريق حامد زي ابو جبل زي بن شرقي العيبة مهمة جدا ونجم مصطفى فاتحي ميشي برضو بنفس الطريقة قد لهم كان مصطفى محمد وفرجاني ساسي برضو دول من الركاز وعندك ونجم كمان حتى لو كنتش بستفيد منه ونجم انا بقولك قلت بن شرقي ونجم الاتنين برضو ميشوا في توقيت صعب جدا صحيح وابتدت دخل العيبة ناشيين لأول مرة كانوا يشاركوا وفي توقيتات صعبة جدا الولاد أثبتوا نفسهم وأثبتوا ان هم يستحقوا ان هم يكونوا متواجدين فكرة ان بقى فيه عدل في الجوانب الإدارية بداية من من الإدارة للجهاز الفني للعيبة اللعيبة حسد بالموضوع ده انت بقى فيه عدل في قوة اللبس اما بتشوفش كبالة اللي هو اكبر لعيد في الفرقة وكابتن النادي والقائد قاعد على الدكة وما بيتكلمش وفيه مغارات كتيرة جدا لها بربع ساعة ونفق ساعة وفيه مغارات ملعبش خالص فده بيدل ان انت مسيطر على قوة اللبس سواء بقى المشرف على الكورة اللي هو امير مبتدأ او مستر فريرا فدي حاجة بتخلي العيب خلاص بالمجهود اللي هو بيفزله عارف ان هو هيتكافئ عليه صحيح كابتن جمال عايز سألك تحديدا على زميل الملاعب شكبالة شكبالة السنة دي موسم مستثنائي جدا خارج الملعب قبل ما يكون كمان جوه الملعب رأيك في اللي قدمه شكبالة هذا الموسم لا طبعا حاجة حاجة مسترمة جدا وهو في عكيد خلاص يعني عارف وضعه وعارف مكانته عند جمهير نادي الزمالك كابتن النادي خلاص وصل برضو للسن كم خبرات متراكمة طبعا كبيرة جدا مش ده الشكبالة اللي طلع معنا وعنده 16-17 سنة الموضوع طبعا مختلف بشكل كبير جدا خد خبرات كبيرة جدا زي ما بقولك انت اللعيبة خلاص بيت شايفة ان في رمز قدامها موجود على دكة البودلاء وممكن ما بيلعبش في مباريات وممكن مباريات يلعب ويخرج وممكن مباريات ينزل ربع ساعة ونص ساعة وفي نفس الوقت ملتزم بشكل كبير جدا اكتر واحد ملتزم سواء في التمرين او في المباريات فده زي ما بقولك بيدي رسالة للعيبة كلها العيبة الكبيرة والعيبة الصغيرة انه رمز النادي وكابتن النادي اللي هو الشكبالة ملتزم فبالتالي كل اللعيبة اكيد في الاخرة تبقى ملتزمة صحيح فاعتقد انه الانطباع اللي قدمه الشكبالة للموسم اللي فات والموسم ده دي حاجة رائعة جدا نتمنى طبعا انه هو يعني يتوج بالموسم اللي جاي بالدوري وانه ان شاء الله ياخد الكاسي ده برضو يعني نهاية جميلة بالنسبة للتاريخ لعيب كبير زي الشكبالة كابتن الكبير كابتن جمال حمزة نجمي نادي الزمالك الأسبق انا بشكرك شكرا جزيع لهذه المداخلة مداخلة